يعتب علي البعض يلومني يعذلني قولوا ما شئتم ليس مهما التعبير فيقول من أنك حسيني يخاطبني فلماذا تصف خطباء المنبر الحسيني وتصف الشعراء والروادي بأنهم حمير وأصر على هذا الوصف وأصف الأموات منهم والأحياء الذين سمعتهم والذين أعرفهم وأتحدث الآن عن الذين أشاهدهم في الفضائيات الذين تنقل مجالسهم بنحو مباشر أو بنحو تسجيلي الذين أشاهدهم على الفضائيات أصفهم بالحمير أنا مسؤول عن كلامي أنا سأحاسب على كلامي هذا أنا أصفهم بهذا الوصف وأصر وأصف الذين ماتوا منهم ممن تقدسونهم أصفهم بأنهم حمير أتعلمون لماذا؟ أقول هناك قاعدة قاعدة رضوية واضحة وصريحة جدا إمامنا الرضا يقول ومن لزمنا لزمنا هذه القاعدة لا تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وباختلاف الأشخاص ولا تتخلف إذا كانوا يقولون لكل قاعدة استثناءات هذه القاعدة من القواعد التي ليس لها استثناءات لكل قاعدة استثناءات هذا الكلام ليس دقيقا بالمطلق هناك الكثير من القواعد لها استثناءات صحيح هذا لكن التعبير ليس دقيقا وحتى إذا افتردت من أنه لكل قاعدة استثناءات هذه القاعدة قطعا قطعا ليس فيها استثناءات القاعدة الرضوية الواضحة والصريحة ومن لزمنا لزمنا إذا كان خطباء المنبر كما تقول أنتم اللائمون العاذلون العاتبون إذا كانوا خداما للحسين وقد لزم الحسين مستحيل مستحيل أن الحسين يتركهم يتخبطون في الضلال فلماذا منابرهم منابر الضلال لماذا ينقلون الضلال الذي يخالف ما يريده الحسين لماذا لم يهتدوا إلى معرفة الحسين إذا كانوا حسينيين لماذا لم يهتدوا إلى معرفة الحسين لماذا كل الذي يذكرونه مخالف للحسين وآل الحسين لماذا إما أنهم شياطين وإما أنهم حمير أنا لا أريد أن أصفهم بأسوأ الأوصاف أصفهم بأحسن الأوصاف فوصفتهم بأنهم حمير وما قلت عنهم بأنهم شياطين مع أنهم يمارسون دور الشيطان لأنهم هم الذين ضللوا الشيعة ولازالوا يضللون الشيعة بما يطرحونه على منابرهم من قذارات مراجع النجف وكربلا من الذي يشدد العلاقة فيما بين الشيعة وأولئك المراجع الذين هم الأصل وسبب الرئيس في ضلال الشيعة وفي عقائدها الناصبية البترية إنهم مراجع حوزة النجف وكربلا كل الضلال جاء من قبل هؤلاء ونقل إلى الشيعة عبر هؤلاء الحمير في الحقيقة هؤلاء مكبرات صوت للشيطان هؤلاء ينطقون عن الشيطان هؤلاء شياطين لكنني ذهبت إلى الوصف الأفضل من أنهم حمير وأصر على أن خطباء المنبري في الوسط الشيعي حمير الذين ماتوا وتقدسونهم من أصحاب العمائم البيضاء السوداء من أي لون والأحياء منهم أنا أقصد الذين أشاهدهم على شاشات التلفزيون فأنا لا أتابع كل المجالس وإن كنت لا أعتقد أن هناك من هو على منهج العترة الطاهرة وإذا كان هناك من أحد سيحاربونه ستحاربه المرجعية هذا هو الذي أعرفه لكنني أتحدث عن المشهورين أتحدث عن المعروفين الذين ماتوا وأنتم تقدسونهم والأحياء منهم أصفهم بصراحة وبجرأة كاملة من أنهم حمير وهذا وصف جميل بالنسبة لهم بالقياس إلى وصفهم بالشياطين النواصب أتحدث عن الخطباء من أصحاب العمائم السوداء والبيضاء وأتحدث عن الشعراء والرواديد من مختلف الحجوم والقياسات لماذا أقول لو كانوا مع الحسين لسددهم الحسين إلى معرفة سديدة ليشي سرجنون ليشي مسلتون ليشي سربتون فأين تسديد الحسين له الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة الذي يتمسك بمصباح الهدى لا بد أن يسدده لا بد أن تصل المعرفة الصحيحة له إما بشكل مباشر أو أن يرشده أن يقيض له من يقوم بإرشاده فأين إرشاد الحسين لهؤلاء بالنسبة لي لا أرى أثرا له لأنني حين أستمع إلى أحاديثهم فأحاديثهم على ضربين إما جهل مقرف مقرف إلى أبعد الحدود وإما هو افتراء وانحراف عن محمد وآل محمد لأنهم يأخذون من مراجعهم الضالين ويأخذون من كتب تفسير النواصب أو من كتب تفسير الضلال التي كتبها مراجع النجفي وكربلا هذا هو واقع الخطباء الذين أصفهم بالحمير أضرب لكم مثالا ونحن في سياق الحديث عن لحن القول أضرب لكم مثالا هناك مضمون يرددونه دائما من أن العباس هو كفيل زينب وأنا أردده أيضا منذ صغري لأنني تعلمت هذا من أسرتي من بيئتي من الخطباء الحمير الذين تعلمت منهم ما تعلمت من مجالسهم ومنابرهم سوهد الله وجوههم علمون الضلال وجعلون حميرا لا نعرف كيف نتعامل مع أئمتنا ذول المطاية أحشي عن خطباء المنبر من الأموات ومن الأحياء وذول المطاية أيضا الشعراء والرواديد معهم يتحدثون عن أن العباس هو الكفيل وهو كفيل زينب في ثقافة العترة الطاهرة هناك كفيل واحد وهذا الكفيل هو الحسين والعباس داخل في كفالته العباس ما هو الكفيل العباس داخل في كفالة الحسين وإذا أردنا أن نتحدث عن المقامات فإن العباس داخل في كفالة زينب وزينب ليست داخلة في كفالة العباس إذا كان الحديث عن قتل وقتال وعن بأس العباس وشجاعته وغيرته ووفائه فهذا بهب بإمكاننا أن نتحدث فيه إلى المال نهايات لكننا نتحدث أولا في العقيدة والمعرفة لا بد أن نضع الأمور في موازينها الصحيحة في كل المنظومة العقائدية المحمدية ليس هناك من كفيل إلا الحسين الحسين هو الكفيل وهو الكافل أتحدث عن الكفالة العقائدية أنا أقول هؤلاء الخطباء وهؤلاء الشعراء وهؤلاء الرواديد لو كانوا خداما حقيقيين للحسين لهداهم إلى هذا المضمون وهذا المضمون موجود في مفاتيح الجنان وموجود في الزيارة المطلقة الأولى التي هي من أهم الزيارات الحسينية لو كانوا حسينيين هؤلاء الخطباء وهؤلاء الشعراء وهؤلاء الرواديد لعرفوا الحسين من الزيارات التي وردت عن الأئمة التي هي نصوص لمعرفتهم الزيارة الحسينية المطلقة الأولى بحسب تبويب مفاتيح الجنان مروية عن إمامنا الصادق وجاءت في الكاف الشريف وفي سائر كتب الحديد وفي سائر كتب المزارات إنها أعظم زيارة من زيارات الحسين في أجواء الزيارات المطلقة هكذا نقرأ في زيارة الحسين هذه نخاطب سيد الشهداء فنقول في محضره الشريف الزائر يقول أنا عبد الله ومولاك وفي طاعتك والوافد إليك التمس كمال المنزلة عند الله وثبات القدم في الهجرة إليك والسبيل الذي لا يختلج دونك من الدخول في كفالتك التي أمرت بها هذه كفالة الحسين الكفيل هو الحسين وليس العباس في كل المنظومة العقائدية المحمدية هناك كفيل واحد هو الحسين فالحسين مصباح الهدى ضامن الهداية في الدنيا وسفينة النجاة وضامن الشفاعة في الآخرة هذا هو الحسين مكتوب على العرش حسين محمد يقول صلى الله عليه وآله مكتوب على العرش حسين حسين مصباح هدى وسفينة نجاة إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة الحسين هو الضامن هو الكفيل الكفالة تعني الضمان الضمان الحسين هو الكافل وهو الكفيل وهو الضامن وهو الضمين هو مصباح الهدى هو كفيل الهداية في الدنيا وهو سفينة النجاة وهو كفيل الشفاعة في الآخرة وهذه الكفالة هي التي أعبر عنها دائما في أحاديث بالحاضنة الحسينية الحاضنة الحسينية هي هذه الكفالة الحسينية هذه الكفالة هي التي عبرت عنها الزيارة الجامعة الكبيرة من أراد الله بدأ بكم ومن ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم هذه الجمل هي تعريف وشرح لهذا المصطلح الكفالة الحسينية ودقق النظر في زيارة نفسها أنا عبد الله ومولاك وفي طاعتك والوافد إليك التمس كمال المنزلة عند الله وثبات القدم في الهجرة إليك والسبيل الذي لا يختلج دونك من الدخول في كفالتك التي أمرت بها من أراد الله بدأ بكم إلى آخر الزيارة هذا شرع وتفسير الكفالة الكلام ينتهي هنا من الدخول في كفالتك التي أمرت بها يبدأ التفسير من أراد الله بدأ بكم إلى آخر الزيارة الشريفة هذه هي الكفالة الحسينية الكفيل هو الحسين وليس العباس العباس داخل في كفالة الحسين أنتم الذين تقولون من أن العباس هو الكفيل أرشدون إلى نص من النصوص في أي نص أرشدون في أي نص في أي زيارة في أي رواية أرشدون قلوا في النص الفلاني ولذا أقول من أن الخطباء حمير 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 لو كانوا حسينيين حقيقيين لاهتدوا إلى معرفة الحسين ولعلموا من أن الذي يتقيأون به على المنابر لا علاقة له بالحسين الكفيل هو الحسين وهذا المضمون في الزيارة الجامعة الكبيرة هو تعريف للكفالة الحسينية إنها الحاضنة الحسينية هي هي التي يتخرج منها أنصار الحجة بن الحسن إذا لم تخرب ولكن مراجع السوء مراجع السفالة أولئك الحثالة خربوا كل شيء دمروا كل شيء ابتداء من الطوس وانتهاء بالسيستاني في زماننا هذا والأمر مستمر بعد السيستاني هذه الزيارة بحاجة إلى شرح إلى بيان أنا لا أجد وقتا كافيا لكنني سأجز الكلام بقدر ما أستطيع ماذا نقرأ في الزيارة الشريفة أنا عبد الله نخاطب الحسين أنا عبد الله ومولاك وفي طاعتك والوافد إليك ألتمس ماذا ألتمس ألتمس أولا ألتمس كمال المنزلة عند الله أولا ألتمس ألتمس كمال المنزلة عند الله أولا وثبات القدم في الهجرة إليك فأنا قصد إليك ومن قصده توجه إليكم وثبات القدم في الهجرة إليك ثانيا والسبيل الذي لا يختلج دونك ثالثا أنا أريد هذه الأشياء حين وفدت إليك يا حسين أنا عبد الله ومولاك وفي طاعتك والوافد إليك ألتمس منك يا حسين ألتمس كمال المنزلة عند الله أولا وثبات القدم في الهجرة إليك أن أكون ثابتا مستقرا وثبات القدم في الهجرة إليك إنها هجرة عقلي وقلبي إليك إنها هجرة العقيدة والمعرفة وثبات القدم في الهجرة إليك ثانيا والسبيل الذي لا يختلج دونك أريدك أن تضعني على السبيل الذي لا يختلج لا ينقطع دونك ليس هناك من يجذبني منه لا يختلج دونك لا ينقطع لا يضطرب وإنما يكون مستقيما واصلا إليك اختلجه اشتذبه واختلج واختلج اضطرب والسبيل الذي لا يختلج دونك كل هذا من أين سأحصل علي من الدخول في كفالتك كل هذا سأحصل علي من الدخول في كفالتك إنني ألتمس كمال المنزلة عند الله وثبات القدم في الهجرة إليك والسبيل الذي لا يختلج دونك ألتمس كل ذلك من أين من الدخول في كفالتك التي أمرت بها وليس أمرت بها مثل ما هو مكتوب في المفاتيح من الكفالة التي أنت أمرت بها يا حسين فحسين هو الآمر الناهي بدليل ما يأتي من العبائر إرادته الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم والصادر عما فصل من أحكام العباد هو الآمر الناهي ليس مأمورا من الدخول في كفالتك التي أمرت بها من أراد الله بدأ بكم بكم يبين الله الكذب وبكم يباعد الله الزمان الكذب وبكم فتح الله وبكم يختم الله وبكم يمحو ما يشاء ويثبت إلى بقية عبائر الزيارة الدخول في الكفالة الحسينية هو الذي سيقودنا إلى كل هذه التفاصيل وأنا هنا أزور الحسين ملتمسا كل هذه المعاني أنا واثق من أنكم تقرؤون الزيارة ولا تفقهون شيئا من المعاني التي قلتها لستم أنتم أنا أتحدث عن المراجع أنا واثق من هذا هم يقرؤون الزيارة إذا قرأوها لا يفقهون معانيها حتى الذين حاولوا شرحها شرحوها خطأ وحتى الذين وجهت إليهم أسئلة بخصوصها كتبوا أجوبة ليست صحيحة باعتبار أن مراجع النجفي الغرب يرتجف من علمهم العالم في حيرة من نبوغهم وذكائهم في حيرة من هؤلاء الثولان الأغبياء الذين لا يفقهون شيئا في مجال اختصاصهم ولذلك فإن الغرب يرتجف من عمق علومهم ومعارفهم هم لا يفقهون شيئا في مجال اختصاصهم نذهب إلى فاصل إذن عندنا كفالة حسينية الزائر الزائر هنا يتوجه إلى الحسين طالبا منه أن يدخله في هذه الكفالة لماذا؟ كي يحصل على أولا كي يحصل على كمال المنزلة عند الله وثانيا كي يحصل على ثبات القدم في الهجرة الحسينية في الهجرة إلى الحسين وثالثا كي يكون على السبيل الذي لا يختلج دون الحسين أنا أقول خطباء المنبر الذين أصفهم بأنهم حمير لا ينطبق عليهم أي وصف من أوصاف زائر الحسين لو كانوا حسينيين حقيقيين لما تركهم الحسين لأدخلهم في كفالته وهل يعقل أن يدخل في كفالته وهم لا يعرف معنى الكفالة الحسينية هل يعقل هذا كيف يكونون جزءا من الكفالة الحسينية وهم لا يعرفون ذلك من هنا أقول عنهم عن الخطباء والشعراء والرواديد من أنهم حمير لا يفقهون شيئا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال لكميل يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة الخدمة الحسينية حركة أو ليست بحركة هذه الحركة تحتاج إلى معرفة وهذه المعرفة أين نجدها نجدها في زياراتهم هذه زياراتهم هذه زيارة الحسين المطلقة الأولى وأنا أقرأها عليكم من مفاتيح الجنان إنه الكتاب الذي يتوفر في بيوتكم وفي جيوبكم الآن في أجهزة الموبايل فالزائر يلتمس كمال المنزلة عند الله وثبات القدم في الهجرة إلى الحسين وأن يكون على السبيل الذي لا يختلج دون الحسين لن يجتذبه شيء بعيدا عن الحسين ولن يضطرب في طريق وصوله إلى الحسين كل ذلك سيناله الحسيني حينما يدخله الحسين في كفالته أنا عبد الله ومولاك وفي طاعتك والوافد إليك إنني أخاطب الحسين التمس كمال المنزلة عند الله وثبات القدم في الهجرة إليك يا حسين والسبيل الذي لا يختلج دونك يا حسين من أي شيء من أي مكان أريد كل هذا من الدخول في كفالتك التي أمرت بها أمرت من أمرت من من هو المأمور الأول في أجواء الحسين إنه قمر الهاشمي إنه باب الكفيل الكفيل هو الحسين والعباس باب الكفيل إذا أردنا أن نطلق الكفيل على العباس تجوزا بهذا المضمون فهذا إطلاق صحيح أما هذا الذي تطلقه العتبة العباسية فهذا سوء أدب مع الحسين لأنهم لا يفقهون ماذا يقولون وهذا الذي ينظمه الشعراء فهذا استحمار في شعرهم وكذا حال الخطباء المنظومة العقائدية المحمدية فيها كفيل واحد هو الحسين هو الحسين كلنا 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 الحديث المنقول عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه كلنا 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 أبواب النجاة وباب الحسين هو الأوسع وباب الحسين أوسع لماذا لأنه باب الكفيل كلنا 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 سفن النجاة وسفينة الحسين أسرع لماذا لأنها سفينة الكفيل الحسين هو الكفيل الحسين هو الضامن العباس مأمور مأمور بتنفيذ هذه الكفالة من الدخول في كفالتك التي أمرت بها وليس أمرت بها غبران ثولان إما أن يحرف الكلام وإما أن يحرف الحركات النعوية غبران هذا هو حال علمائنا الأعلام ومراجعنا العظام ما تدري ذول العظام من فوق من جو ما تدري إذا ما ذهبنا إلى زيارة العباس صلوات الله وسلامه عليه تعالوا تعالوا وتدبروا ماذا قرأنا في زيارة الحسين قبل قليل أنا عبد الله ومولاك وفي طاعتك والوافد إليك أنا وافد إليك يا أبا عبد الله وأخاطب العباس هنا جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم جئتك وافدا يا قمر الهاشميين جئتك وما جئتك أنت جئتك جئتك وما جئتك أنت جئتك أولا لأنك وجه الحسين وجئتك ثانيا لأنك أنت أنا ما جئتك لأنك أنت فلا أجيئك هكذا أنت لا تقبل بذلك وصاحب الزمان لا يقبل بذلك وزيارتك لا تقبل جئتك يبنى أمير المؤمنين وافدا إليكم إليكم إلى الحسين وافدا إليكم العباس هذا من هذا منطق هذا منطق الحقيقة هذا منطق الحقيقة شفاه العباس تفيض بلباب الحقيقة هذا ما هو بقول شاعر لا برجز وما هو برجز وما هو برجز ولا بنثر ناثر إنها الحقيقة بتمام حقيقتها يا نفس من بعد الحسين هوني هوني واذهبي لا وجود لك وبعده لا كنت أو تكوني ولذا فإن وجوده بحسين فأنا أقصد وجوده الذي هو بحسين وبعد ذلك أقصد وجوده الذي هو وجوده جئتك يبنى أمير المؤمنين وافدا إليكم وافدا إلى الحسين وافدا إلى محمد وآل محمد قمر الهاشميين وجه الحسين باب الحسين وجه محمد وآل محمد فينا محمد وآل محمد وجه الله فينا العباس وجههم فينا العباس باب الكفيل نطلق عليه الكفيل بهذا المعنى لا بهذه المضامين القروية السخيفة الساذجة العباس إذا كان الحديث عن غيرته عن فروسيته فهذا باب آخر وهذا ما هو من كمالاته هذا أثر من آثاره كمالاته العباس في حقيقته الحسينية المتجلية في ذاته كمالات العباس هنا فروسيته بطولته هذه آثار تتناسب مع الزمن الذي كانت فيه عاشورا وفي زماننا ستكون له فروسية أخرى تتناسب مع هذا الزمان وفي زمان الرجعة كذلك هذه آثار لا قيمة لها بالنسبة للذات العباسية الشريفة هذه آثار لا يعني أننا لا نعبأ بها لكننا لا نبني العقيدة على أساسها بناء العقيدة يكون مستندا إلى المعرفة والمعارف خزنها لنا أئمتنا في نصوص الزيارات والروايات ومن هنا أقول من أن خطباء المنبر حمير 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 ومن أن الشعراء والرواديد حمير 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 وأصر على هذا الذين ماتوا والأحياء لأنهم لو كانوا حسينيين حقيقيين لسددهم الحسين لأخذ بأيديهم إلى المعارف الحسينية الأصيلة لماذا ضاعوا في هذا الضلال وفي هذا السخف الذي هم عليه هذا هو الذي أقصده وإلا فإني أتبرك بتراب أقدام خدام الحسين وأتشرف أنني من خدمة الحسين منذ صغري وإلى هذه اللحظة وحتى أموت وهل تعتقدون أنني فرح أن أصف خطباء المنبر الحسيني بالحمير وأن أصف الشعراء والرواديت والله إني لأتجرع السموم وأنا أقول هذه الكلمات لكنني لابد أن أضع النقاط على الحروف هذه وظيفتي تقبلون ذلك مني لا تقبلون لا أعبأ بكم ولا بغيركم إنني أؤدي وظيفتي ورسالتي جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم وقلبي مسلم لكم وتابع وأنا لكم تابع أنا لست تابعا للعباس الذي هو العباس فالعباس هو نفسه تابع لحسين أنا تابع للعباس الذي هو وجه الحسين أنا تابع لهذه المعرفة وهذه العقيدة أنا لست تابعا للعباس الذي هو العباس قطعا هذا الكلام تقريبي وإلا فالعباس حيثية واحدة حقيقة حسينية واحدة لكنني أريد أن أقرب لكم المعاني أنا تابع للعباس الذي هو وجه الحسين الذي أزوره بهذه الزيارة جئتك يا ابن أمير المؤمنين ما جئتك أنت جئتك أنت الذي وجه الحسين جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم وقلبي مسلم لكم هذا الخطاب لحسين لمحمد وآل محمد وقلبي مسلم لكم وإنما أوجهه لوجههم للعباس صلوات الله عليه وافدا إليكم وقلبي مسلم لكم وتابع وأنا لكم تابع ونصرتي لكم معدة هذه نصرة معدة للحسين وليس للعباس الذي هو العباس وإنما أخاطب العباس الذي هو وجه الحسين ونصرتي لكم معدة حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين فمعكم معكم لا مع عدوكم إني بكم وبإيابكم أوبة العباس هي فرع صغير من أوبة الحسين الأوبة أوبة الحسين والرجعة رجعة الحسين وأنا أخاطب العباس لأنه وجه الحسين لأنه باب الحسين الكفالة حسينية والكفيل هو الحسين والضامن هو الحسين والحسين هو الذي أمر بتنفيذ برنامج الكفالة المأمور هو العباس المأمور هو العباس أنا أتحدث عن الحاضنة الحسينية لا أتحدث عن سخافات الشعراء التي ينسجونها وعن هراء الرواديد هذا هراء لا معنى له الكفالة هي هذه بالنتيجة هذه الكفالة ما هي إنها كفالة مهدوية هذه الكفالة كفالة مهدوية أسسها الحسين ويشرف عليها العباس لكن النتيجة ما هي إنها كفالة مهدوية هذه الكفالة المهدوية هي التي عبر عنها إمام زماننا في التوقيع الشريف في توقيع إسحاق بن يعقوب من أن وجه الانتفاع به في غيبته كالانتفاع بالشمس إذا ما غيبها السحاب فوجه الانتفاع هذا هو بالضبط مضمون الكفالة الحسينية إنه البرنامج الذي يجري في الحاضنة الحسينية أستعمل هذا التعبير تعبير الحاضنة الحسينية لأنه يقرب المعنى أكثر من الكفالة الحسينية فالحاضن كافل والكافل حاضن ويقال كافل اليتام حاضن اليتام الحاضنة الحسينية هي الكفالة الحسينية إذا ما رجعتم إلى برامج تجدون ني أستعمل هذا العنوان كثيرا إنني أقصد بالحاضنة الحسينية الكفالة الحسينية فالحسين هو الكفيل وهو الحاضن فأعود وأقول لو كان خطباء المنبر شعراء المنبر رواديد المنبر لو كانوا حسينيين حقيقيين لهداهم الحسين إلى هذه الحقائق لماذا يستعملون هذه المصطلحات وهذه العناوين في اتجاه خاطئ بعيدا عن الثقافة الحسينية الأصيلة لهذا أصفهم بهذه الأوصاف فأقول لو كانوا حسينيين لسددهم الحسين لو كانوا حسينيين لوفقهم الحسين نذهب إلى فاصل أعتقد أنكم لاحظتم التطبيقات الواضحة والصريحة لمنهج لحن القول في تشخيص التحريف في زيارة الجامعة الكبيرة وفي تشخيص القراءة الصحيحة لما جاء في زيارة الحسين المطلقة الأولى في مفاتيح الجنان من الدخول في كفالتك التي أمرت بها وليس أمرت بها ولاحظتم تشخيص المعاني وشرح المصطلحات التي وردت في زياراتهم ودقة الإصابة في تحديد المفاهيم ما بين قرآنهم المفسري بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم ولهذا أقول لكم كل المناهج فاشلة منهج الأصوليين منهج الأخباريين منهج الشيخيين منهج العرفانيين وبقية المناهج الأخرى كل المناهج فاشلة لأنها لا تنتمي إلى منهج محمد وآل محمد الأصيل المنهج الأصيل منهج لحن القول ركناه الأساسيان قرآنهم المفسر بتفسيرهم حديثهم المفهم بتفهيمهم إلى هنا تنتهي حلقتنا في هذا اليوم نلتقي غدا في حلقة أخرى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله